في وحيدك فوت كليمة سمعتني قال لعل إداعة المنافقين أو النفاق النفاق هو النفاق صفة الخواف النفاق صفة الخوافين صفة الطامعين صفة أهل الدنيا أهل الدنيا هذا اللي تقول الإداعة واللي نقول فيه يعرضنا للخطر ويعرضنا للأذى ويعرضنا لمصائب عظمى وجل هل أحد يا غبي هل أحد يعني ينافق من أجل ضرره النفاق من أجل المنفعة عند النفعيين عند النفعيين غير مقتنع ويدروح مقتنع يريد دنيا يقول للكداب يا صادق ويقول للصادق يا كداب يعني إرضاء للآخر هذا هذا أما اللي يقول في الحق بإذن الله تعالى ويتحمل في سبيل الأذى والتضييق تضييق أكبر مؤسسة في ليبيا مضيق عليها هي دار الإفتاء هي دار الإفتاء والدولة تلعب بالمال يميناً وشمالاً فلا فلا يكون أهلها منافقين أسود مرباد أسود مرباد فهي يا أخي إياك إياك أن تسمع وتخوض مع الخائضين اللي نافقه مال اللي يبه الدنيا اللي يبه السعى اللي يبه السفر اللي يبه الدهوير اللي يبه الدولار مش اللي مضيق عليه في بلاده وفي الخارج وفي الدنيا كلها وينتظره السجن وينتظره التضييق هذا لا ينافق هذا قول الحق هو الذي جعله هكذا قول الحق هو الذي جعله هكذا وقول الحق هو الذي جرأ عليه أمثال هؤلاء ولكن إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم يا من يدري أو لا يدري